لليوم الرابع على التوالي في مدينة ويد مدني وفي سيناريو شبيه بمعارك جبل أولياء جنوب الخرطوم الشهر الماضي تتواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط حركة نزوح متسارعة مع احتدام المعارك ووفق مصادر الحدث فإن وسائل نقل المدينة تشهد ازدحاما كبيرا حيث يحاول سكانها المغادرة إلى الولايات الشرقية والجنوبية هربا من القتال بعد أن نزح نحو نصف مليون سوداني إلى ولاية الجزيرة منذ اندلاع النزاع العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف إبريل الماضي في ظل الأوضاع التي وصفت بالكارثية في ويد مدني أكدت التقارير أن النساء والأطفال وكبار السن يسيرون على الأقدام ساعات طويلة مع عدم توفر وسائل النقل وانعدام الوقود في المدينة في حين أن معظم الفرين من القتال نزحوا نحو مناطق آمنة في مدينتي سنار والغدارف هذه المدن أصلا تحتضن ملايين النازحين من الخرطوم في موازات هذا التطور فرضت خمسة ولايات سودانية تدابير أمنية مشددة شملت حظرة تجوال ومنع تجمعات المواطنين كما نفتت الأجهزة الأمنية في بعض المدن حملات اعتقالات واسعة طالت عددا من المتعاونين مع قوات الدعم السريع ومن بين هذه الولايات التي أعلنت تحظرة تجوال الجزيرة والنيل الأبيض سنار الغدارف الشمالية وأيضا إضافة إلى الشمالية في أقصى شمال البلاد اشتركوا في القناة